اسمه سر قضاء الحاجات جمعت لكم كم كبير إن شاء الله دعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يرزقنا صدقة والإخلاص ونكمله معاكم اللي عنده حاجة عند ربنا اللي له طلب عند الله سبحانه وتعالى اللي نفسه ربنا يقدره شيء في الدنيا وفي الآخر نعمل إيه؟ نهار ده أقول لكم على حاجتين حاجتين اتنين بس ونركز فيهم علشان إيه؟ تكتبه وتحفظه وننفذ على مدار الإسبوع ويا ريت نسمع في الأربع اللي جاي ناس تتصل بنا وتقول يعني لما نفذوا الأمر ده في حاجة حصل لأننا على يقين وده أول حاجة نكتبه على يقين ربنا هيستجب لك طيب السر سر قضاء الحاجات أول حاجة إن قلبك يتخلص من كل سبب أرضي فاكرين لما تكلمنا في حلقة التخلص من المتعلقات والعلاق أنت ولا أي سبب أرض تحطه في دماغك ولا في عقلك أنا أخذ ديه بالأسباب ونشرح لكن قلبي مش متعلق بالسبب الأرضي ده تتعلق فقط بأسباب السماء وبالله الواحد الأحد ده رقم واحد عشان أشترق لكم المعنى دوت خلينا أحكي لكم قصة قصة صلاح الدين الأيوبي لما جي فتح بيت المقدس بعد فترة جالوا خبر من الصليبيين جايين تاني وبيتجمعوا عشان يعودوا إيه الحرب وياخدوا تاني بيت المقدس تاني بعد لما انتردوا منه طيب صلاح الدين جاء عمل إيه نادى بقى كل الأمراء بتوع الوقات بتوعه وبتوع الولايات ونادهم يستنفرهم يلا دعفوا عن القدس ولكن بقى لما جابهم للأسف شاف فيهم تقاع وضعف وخزلان وتخازل حزن حزن جديد جدا ده الراجل قعد 13 سنة يحارب بس الخوانة والمنافقين وقعد سنتين يحارب المنافقين أصلا كانوا أشد عليه من الصليبيين مختصة بالمسجد الأقصى يعني حزن جدا واصابوا الهامن رح لشيخه اسمه القادي ابن شداد حكاله قال له وصية جميلة جدا جدا مناصحه بيها هقولها لكم دلوقتي بس هنشرحها بقى ابن شداد قال له ايه قال له تلات حاجات تلات أمور قلبية أفعال قلوب الأول وبعد كده اعمل يعني الوصية الأخيرة اللي قاله أول حاجة قال له ايه الإخلاد إلى الله تعالى ايه الكلام ده هشرحه هشرحه الإخلاد إلى الله تاني حاجة الإنابة لله عز وجل تلات حاجة للاعتماد على الله كلها ايه حاجات قلبية عشان الغمة اللي عندك دي تنكشف الإخلاد والإنابة والاعتماد على الله وبعدين قال له النهاردة يوم جمعة اختسل وتصدق صدقة خفية وصلي رقعتين طلب حاجة ودي طبعا لهذا أصيل في سنة النبي عليه السلام وتدعي قال له ادعي بقى اللهم قد انقطعت الأسباب كتبه وراي اللهم قد انقطعت الأسباب الدنيوية لنصر الدين راجل القلب واجه على الأمة ولم يبقى إلا ها الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضل الله اللي هو فضل الله الواسع أنت حسب ونعم الوكيل الله بقلبه بقلبه لأنت متجرد لم عندكش سبب واحد دنيوي شايفه قدامك يجيب لك نصرة لكن لا نحن نشرح الكلام تعالوا الأول نشوف معنا يعني إيه الإخلاد إلى الله خلد دام وبقى خلد بالمكان أقم فيه ودام فيه واستقر فيه خلد إلى الهدوء ركن ومال إلى الهدوء خلد إلى الأرض التسق إلى الأرض خلد الأثر دام وبقى وما زال ويزال ولا يخلد بالضم بقى إلا الله عز وجل ولا يقى ولا يدوم إلا الله سبحانه وتعالى فلما يقوله الإخلاد إلى الله خليك مستقر ولازق في ربنا التسق بجنب الله ده معنى الأولين الإنابة هنتكلم عنها إن شاء الله في حلقة تانية لأن يعني يعني أبخص حق الإنابة لو قلتها في عشر دقائق صراحة لأنها منزلة كبيرة جدا جدا من درج السلكين إلى الله الإنابة إلى الله منزلة رفيعة جدا وجميلة وقلدها كده إن شاء الله نخصص لها حلقة أيام بتوديك فين للردى ربنا سبحانه وتعالى لولاية ربنا سبحانه وتعالى للارتكان إلى الله سبحانه وتعالى صفة ملازمة لعباد الله الصالحين وعباد الرحمن هي الإنابة علامة أصلا للمتقين إن أنا يبقى عندي إنابة الإنابة في اللغة يعني إسراع والتقدم من معانيها الدقيقة سرعة العودة إلى الله سرعة مسرعة لربنا سبحانه وتعالى المؤمن لما يزنب زنب أو يفتتن يتوب ويعود ويتوب ممكن التوبة تستغرق سنة أربعين سنة زي أخوة يوسف لمعدة أربعين سنة أما المنيب لا على طول يرجع لربنا سبحانه وتعالى وقع في زنب بالليل ما تعديش أصلا سلاطين عليه ولا مساء على طول ما ينروحش ينم أصلا إلا وهو تايب ونايب لربنا سبحانه وتعالى دي الإنابة أما بقى اللي يزنب يعود بعدها سنة وإسبوع وكلام ده لا دي توبة لكن الإنابة سرعة المسرعة لربنا سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أنا ليك يا رب أنا ليك يا رب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون لا مكانة جميلة إن شاء الله بإذن الله أوعيدكم أننا نتكلم فيها باستفادة النبي عليه الصلاة والسلام قال أن على سيدنا إبراهيم كان حليم أوه منيب والقرآن قال كده جاء أمر إلهي وأنيبوا إلى ربكم ودي تاني حاجة وصف الله عز وجل للعبد اللي بيتأثر بآيات ربنا والدل على العظم بأنه إيه عبد منيب لربنا سبحانه ليه لأنه شايف شايف عظمة ربنا فقلبه مش قادر مش قادر يبعد عن ربنا آية 8 هو الذي يريكم آيات ونزل لكم من السماء رزقة وما يتذكر النعم دي إلا من ينيب خلاصة الإنابة يعني إيه إن أنا روح بقلب ربنا حب تلاتة كده دايماً حب خضوع قبال على الله عز وجل هو كده طيب نرجع تاني للدعاء اللهم قد انقطعت الأسباب الدنيوية لنصر الدين ولم يبق إلا الإخلاد إليك قلب جايلك قلب مستقرة عندك واللي اعتصام بحبلك القرآن واللي اعتماد عليك حسن التوكل وعلى فضلك الواسع اللهم ينسألك من فضلك الواسع أنت حزبي ونعم الوكيل فقال له يا صلاح الدين الله أكرم من إنه خيب أصدق ليه لما نروح لربنا بقلبه منيب بالشكل ده وخضوع لله سبحانه وتعالى ورمي كل الأسباب الدنيوية أبدا أبدا ما يقزلك ربنا يهديك ويسددك ويوفقك ويجبرك وينصرك ألف من لم ينقضي النهار بتاع اليوم اللي دعا فيه دوت حتى جاءه خبر اختلافه مع بعض الصلابيين وتخلوا عن فكرة العدوان أو أن هم ييجوا تاني عايزة أسألكم كم مرة أغلقت الأسباب الأرضية في وش يخلق كتير 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 ما فيش شايف اللهم أخرج إحنا دلوقتي مش شايف اللهم لا للأمة ولا الحالك مش شايف اللهم أخرج فكلما شرحنا اسم الله الأول والآخر اوع تنسوا الاسمين دول ليه خلينا شرح لكم من الأسماء المجتمعة اللي بتيجي مع بعض ما ينفعش الأول بدون الآخر الكنين مع بعض الأول يعطيك أسباب خد اعمل كذا هكذا انزل ابحث عن شغل قدم في وظيفة اعمل السيفي بتاع خلونا شرح لكم الحتة دي ومش عارف اعمل كذا وعمل كذا طيب النقطة التانية ده اسم الله الأول عطاك أسباب اسم الله الأخر ينفعك بالأسباب دي ليه لأن ساعاتك تحفظه عني عشان خطري في ساعات كتيرة جدا جدا الله سبحانه تعالى يعطيك كافة الأسباب للنجاح كافة الأسباب ولا ينفعك الله بيها فتسأل الله باسمه الأخر أن ننفعنا بالأسباب اللي أنت يسرتها دي يا رب ده شيء طيب ده شيء طيب بس عايز أقول لكم حاجة أجمل حاجة تحفة جدا بقى ودي ودي من معنى الإخلاد لله سبحانه وتعالى والإنابة إلى الله وحسن التوكل عليه واللي اعتماد عليه هو حزب يا ونعم الوكيل إن الله سبحانه وتعالى باسم الرب وهو الرب بالقدر المقتدر الملك المليك اللي بإيده ملكوت كل شيء يعطيك بأسباب تمام عدده معي وبدون أسباب وعكس الأسباب يعني تلاقي الحاجات تقول الحاجات يا عمرها ما تجيب الأمر ده لأن ده عكسها وعكس الأسباب وإن عدمها وإن عدمها تماما مجي موجودة ولا استحالة وجودها مين رب الأسباب عشان كده لما الله عز وجل يشوف قلبك منكسر فاكريني يوم عارفة ما قلنا خلي ربنا نشوفك وانت منكسر وعمل تدعي وكذا فيرى يعني الظلة منك فيرفعك ويعزك ده قانون ربنا اتزل لله الظلة لله واحد يعزك ربنا دنيا وآخرة فلو أنت عايز بقى حكتك تغضى السر الأولاني إيه وقف على باب ربنا وقف على باب ربنا بقلب منيب قول له أتيتك ربي بقلب منيب هو القلب ده على طول يرجعنا برجع لك على طول مهما كنت مقصر مهما كنت مزل مهما كنت غافل وانت واقف على باب ربنا وانبتي إليه هيكبر بخطرك ليه الله عز وجل حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يده وكذا ويقول يا رب يا رب يعطي يا رب أن يرد يده سفرا لازم يحط لك لازم يستجب لك الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة أعمال قلبي ينفع نتعود عليها ينفع ينفع مني قلبي يقول كذا بس حد بقى الآن وكده استغفر وعود وثق في الله عز وجل أن أنا بتوكل عليه بخلط بقلبي إليه طيب تاني سر مشان ما نعرف أن أنا هرغي كتير وعش عايز أطول عليكم النهاردة ونفتح مجلة صلاة تاني سر بسيط جدا اقضى حاجات الناس لما حد يجي قصدك في حاجة ما تردوش اقضى حاجات الناس لما حد يجي عشمان فيك في حاجة ولا كان عشمان فيه لما مش فكرة مين من الأئمة رواة الحديث راحوا ياخدوا حديث في بلد بعيدة جدا جدا بعد مش عارفة قام شهر عبال ما وصل للراجل عشان عنده حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام والراجل جاء له واحد وعرف أنه جاي الواحد ياخد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلان ده قال أنه سمع النبي بيقوله جاي ياخد الرواية من اللي قاله شوفوا شوفوا دقتهم في النبي إن يقولوا الحديث فلقى الراجل انشغل عنه وقعد يعمل يسقي كلب يسقي كلب ويأكلوا ويعملوا والكلام ده وانشغل عنه وبعد أما خلصوا والكلب ميشوا قال له لعلك عجبت لعلك تعجبت يعني أو استنكرت علي إن أنا سبتك ونت جاي من على سفر وعادت للكلب فسكت الراجل يعني أنا جاي من على سفر رحب بي يا عم ولا أعمل لي أي عاجة أنا جاي كذا وجاي علشان حديث النبي قال له شرح له ليه بقى ليه وده يعلمنا إن لما اللي قدامك يظن فيك ظن يعني ما وضح له وادقول له وجهة نظرك قل له أنت عملت كده ليه عشان مش ده راجل قال ليه شوف بيعمل ده ما عنده السودة لا 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 قال له الأرض بتاعتنا اللي احنا فيها دي المكان ده والبيئة دي والقرية دي ما احناش بيئة فيها كلاب كتير ما فيهاش كلاب فكون إنه هو جايلي يبقى جايلي من أرض بعيدة وجاي قصدني وجاي عطشان وجاي كذا فما حبتش إن أنا أخزله شوفوا المعنى فبقول لك خدت منه الحديث وأنا ليه راجل راعة بقول لك اللي راعي أصلا خواطر الناس وجبر الناس وكذا ده حيوانة وشوف عمل فيه اللي يجي لك وقصدك في حاجة وعشمان فيك ما تردوش ما تردوش اعمل قدر الاستطاع خير من عبادة من اعتكافي في مسجدي هذا شهر سيدنا عبد الله بن عباس قال كده عن نبيع السلام اللي يقضي حاجة يقضى على اعتكاف فروح يقضي الحاجة ليه قال انا سمعت النبيع السلام هلك وحاديث برضو عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم من كان في حاجة أخي احفظه كان الله في حاجته اللي بيقضي حاجة أخي ربنا بيقضي حاجته سر قضاء الحاجات انه تقضي حاجة الغ Damas واللي فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وما أعظمها من تفريجة واللي بيستر مسلم في الدنيا يستره الله يوم القيامة قضاء الحاجات يعني يعني أنك تسعى على قد المستطاع جبرته حاولت وكذا الله سبحانه وتعالى يقضي لك هجر خلينا في الاتنين نعمله ونحاول نفعله معنا ومع نفسنا ومع أولادنا ومع البيئة اللي حوالينا وهسمع منكم إن شاء الله الأربع الجاي الناس اللي عملوا كده ونفتح اتصالات للناس اللي شاركت في حاجة زي كده يكرمنا وإياكم ويجعل قلوبنا قلوب منيبة لله معتاصمة بالله قلوب يعني متمسكة بالله تخلد إلى الله عز وجل حلها إيه؟ حل قلوبها إيه؟ حل وضع قلبي إيه؟ ده أعمال قلبي أعمال قلبي مش عمل جوارح عمل قلب إننا ملتصق بربنا سبحانه وتعالى أضع الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير